أبو علي يقول ما نصيحة الشيخ لأولئك الشباب الذين يجلسون في الاستراحات يوميا ويقضون جل هذه الساعات في القيل والقال وتضيع الأوقات وغيرها لا يجوز لهم ذلك هذا فيه إثم وفيه تضيع مضي عهل الوقت لا يجوز لهم ذلك وربما يتساهلون في الصلاة في وقتها لا يجوز لهم هذا العمل نعم